استنتاجات هامة عن نشأة مملكة كوتو وتطورها السياسي والعسكري والارتصادي ما بين الطعنين السادس عشر والثامن عشر ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مما سبق ذكره يمكن الطول أن مملكة كوتو تميزت بتأسيس عدة عواصم وهذا راجع لتغيير الظروف السياسية وتانى نظام الحر في بداية العام مناسب للسرطان ثم تغير فأصبح استبداديا في أهد أو عمر ألطاضي وتانى للمملكة جيشا فيه المشات والفرسان وتزايد عدده بمرور الورد حتى أصبح فيه وجه القوة في أهد أو عمر ألطاضي مملكة كوتو تانى تملي تورطة جغرافية معظمها في مناطق الطباء الغربية جورجورا ورغم أنها لم تكن ثابتة عبر فترات نشأتها وهذا راجع لتغيير علطاتها بالأطرات والستان ففي بداية تأسيس المملكة كان هناك تحالف بين الأطرات وأحمد ألطاضي ثم سهت العلطة وحدثت المعارش بين الطرفين أما تغيير العلطة مع السكان فقط كانت في أهد أحمد ألطاضي جيدة أما في أهد أو عمر ألطاضي فقط أصبحت العلاطة السيئة للغاية تميزت بالاستبداد والظلم وإنتأت بمرتله من هنا فإن حدود المملكة تغيرت بتغير الظروف إذ في القرن الثامن عشر ميلادي أصبحت شبه منعدمة لكن هذا الواقع هو شأن معظم الدول والدويلات مثل الدولة الحفصية في تونس والشاط الجزائر والدولة الزيانية في وسط وغرب الجزائر والدولة المارينية في المغرب الأرصى وهذه المملة تأيتوتو كانت تمليت مطر وعاصمة في البداية في أورير في عرش آث دوبري في أعالي جبال جورجورا بآث يحيا وتانت تمليت عدة مؤسسات مثل التصر الذي يستقر فيه الملت لكن بمفهوم ذلك العصر وطاع للعدالة في المتانة التي توجد فيه حاليا زاوية وتان يملت حدائق وأحاط الملت عاصمته بصور مثل ما هو الشان في الممالت الأخرى مثل المملة الحمادية فقط كانت عاصمة أبي جايا محاطة بصور لديه أبواب وهذه المملكة أبرامت عدة اتفاقيات ومعاهدات سواء مع الأطرار مثل التحالف والتعاون الذي وقع بين أحمد والطاضي والإخوة عروج وخير الدين برباروس ما بين 1512 و 1514 ميلادي لتحرير بي جايا من الاحتلال الإسباني إلى أن الهجمات بات بالفشل والهجوم الذي وطع في سنة 1516 ميلادي على مدينة الجزائر من طرف عروج من جيج البحران وأحمد والطاضي برا ووطعت مصاهرة بين حسن بن خير الدين وابنة مالي توتو في سنة 1561 ميلادي من أجل تحطيط المصالح المشتعة مثل توفير الأم في منطقة القبائل والطرط الرابط بين الجزائر والسنتينة ومن أجل الحصول على الخشب لبناء السفن وفي الشؤون الخارجية ربطوا عمر والطاضي على طاعت مع مالي إسبانيا في الدينان الثاني فكانت هناك مرسلات بين الطرفين ما بين سنتين 1598 و 1610 ميلادي والرسالة التي بعثها مالي توتو أو عمر والطاضي في سنة 1603 إلى فيليب الثالث وفي الجانب العسكري ذات المؤرخون أن مملتة توتو كانت تمليت 1500 من الفرسان و5000 من الرومات في القانة 16 ميلادي ثم أصبحت في أهد أو عمر والطاضي 100 ألف جندي يتميزون بالشجاعة والتجربة نظر لمشارتتهم في العديد من المعات والحروب سواء ضد الإسبان أو ضد طرات بني عباس أو ضد الأطرات ومن هنا يمتن الطول أن آث القاضي أسس فعلا مملتة بها تم معنى التليمة وذات حسب واقع وظروف تلت الفترة أما في الجانب الاقتصادي حسب المعاصرين مثل مرمول فإن المملتة كانت تمليت مختلف المحاصيل الزراعية وتمليت بعض الصناعات مثل الصناعات الحديدية الحربية استنتاجات هامة عن نشأة مملتة كوتو وتطورها السياسي والعسكي والارتصادي ما بين الطعنين السادس عشر والثامن عشر ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد